موسيقى 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 شعورك انخسارت وانفزت والله هي على قولته معجارة تشمرها انصارت صارت خافت خافت بعد وان شاء الله هو يعني مجردا دخولك بهذه المسابقة ان شاء الله يعني تستفاد معتها ان شاء الله كل الحسين ان شاء الله كل الحسين من هو اللي ان شاء الله ان شاء الله قصيد ان شاء الله ظهر انكسار بوداحكم أحايا نار فراكم ظهر انكسار بوداحكم أحايا نار فراكم ذكروني يخوتون نسوني المران على يوني قعد خيرة وياكم احلم بها ضحكاتي واذكري حجاياتي وياكم ويوقاداتي خاف ويخيدكم ضم هي نسيها مضأسك يا حبيبي الله يحبه مولا امير السلام عليكم حبيبي قوي عليكم السلام مولا امير سولف لي شوان كانت سعداداتك بالمرحلة الثانية الله الحمد لله خير ان شاء الله طبعا هي اكيدة حسب ما سولفت اللجنة وقالت الاختيار قريتم على القصيدة التراث الحسيني فحذرتها أنا قصيدة إن شاء الله تراثي حسينية من ساعدك بتحضير القصيدة؟ والله أنا نفسي أحد ما أحد ساعدني طبعا حفظت القصيدة سمعت لحنها مقاماتها أوزانها؟ أكيد أكيد سمعتها أكثر من مرة لحد ما يعني شبعت من سمعها يعني لحد تكون تشبع الأذن من سمع القصيدة جيد استفادية من نصائح اللجنة بالمرحلة الأولى؟ أكيد طبعا يعني المأساتذة وعمارقة أكيد استفاديت جيد لك بسؤولك الكل راح تختار بها فريقة تكون؟ ملة جليل ش راح يضيف لك؟ والله ملة جليل طبعا اسم عملاق راح يضيف لهواي شغلات بالأطوار القديمة بالحديثة حاليا هميا ملة جليل رادود يعني طيب إذا فزت وشعورك إذا خسارت نفس الشيء إن شاء الله لأن أول وتالي إحنا كنا خدمت غمال حسين أكيد أكيد هذا شيء يعني ما شيء إذا فزت أو خسارت إن شاء الله إحنا كل إحنا خدام الحسين وخاذا منبر وكل مكان منبر يعني بكل زمان ومكان إسم الحسين إن شاء الله موجود حسنت بس بالتراث شوية صعب بالتراث صعب لكن أكيد واحد ساعدك واحد علمك أي صحي منو؟ كرار أخوي يعني قل لي ضل يا لحن اللي تقدر علي مثلا اللحن يعني اللي يجي بصوتك بهاي خلي عدي مثلا إنه قالوا هاي قمت دخل على اليوتيوب سمعت يعني يعني هو سمعت أطوار قديمة هاي فعجبتني ماليال يلطول ساعاتك غريها أبو بشير النجفي للشاعر السيد الصعيد الصافي إن شاء الله راح تتوفق زين إذا قبلوك اللجنة كلهم راح تختار يا فريق تكون والله مل مهد العبودي إن شاء الله خير برنامج مون شيد العراق إشهد غاف لك شنطك ضاف لإعلام شيدة مفتقر لإعلام أي والله ضاف لإعلام يعني فهموني حاتش يعني مثل ما تقول وصلوك للناس إن شاء الله إن شاء الله عش نسمع منك اليوم صيواركم 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 علي قولها لتي وابي عطوركم 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 يا لغوالي تارس البيت آية شوباني الحشيد راحوي بعمري الوريد آية شوبان آية شوبان رب يوافقك إن شاء الله الله يوافقك إن شاء الله وتتأهل مرحلة الثالثة الله يسمعه ملاحسام السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ملاحسام استفاديت من نصائح اللجنة بالمرحلة الأولى أكيد شو استفاديت يعني اللجنة هي تعرف لجنة كبيرة يعني ما قيمها أنا أقدر وبينصائح يعني هواي أطوكم نصائح التزمت به إن شاء الله هي أكيد إن شاء الله زين شو نجهزت نفسك المرحلة الثانية المرحلة الثانية لين تعرف يعني أنت هنا مقيد بلحن وكلام قديم فحضرت لحن وكلام قديم وهم ماتين هواي قصائت إنه فنتحضر إن شاء الله متجهز إن شاء الله إن شاء الله لو كيف سؤالك اللجنة راح تختار يا فريق واللهم كلهم يعني ما شاء الله قدام الحسين وأشرف أي واحد أن أكون بفريقه بس يعني معين إن شاء الله إذا الله وفقنا ونجحت المهد العبوتي إن شاء الله بالتوفيق يا رب لسمع منك شي بسيط يا قلب زيد بالونة ولك حيل يا راح الزي يا نلي ولك حيل ولك حيل زينا بتقول يا خويا ما بعد بي إليك حيل يا راح الحيل من رحتي من دي أنت من المحسنين السلام عليكم مولا سجاد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولا سجاد شفناك توفقت بالمرحلة الأولى شون شفت نصائح اللجنة إليك الحمد لله والشكر ما قص روياني ونصحونا للأفضل وللأداء الأجمل إن شاء الله بهاي المسابقة إن شاء الله بالمرحلة الثانية وإن شاء الله التوفيق من الحسين والله سبحانه وتعالى شون جهزت نفسك للمرحلة الثانية والله رتبت وضعيتي الشي اللي يفيدني ويفيد اللجنة إن شاء الله بقوة الله وتوفيقه الله يتقبل منه قليل اليوم من خلال برنامج ونشيد العراق المرحلة الثانية راح نحيي القصائد التراثية شون رأيك؟ فعلا القصائد التراثية مطلوبة بهيش مجال لأن القصائد التراثية الأفضل الأفضل ستتأدى هيتش بعد تعرف أنت كرادود وشي لازم أنت تلتزم بالرواديد القدامة الله يرحمهم جميعا ما يسمع منك؟ إن شاء الله قصيدة للشاعر المؤيد الحسينوي راح راح ذكى الزمان وما يريد بعيد راح راح ويا الحبايب حظ ما قعد راح راح ما خذكم اليدير يا بلد حانتي الساعة الرهيبة والضعان شدي الرحال زينب وميلي الدقايق من تميل نشوف مال شلون خلص يومي وسقته لا تعالي ولا تعال هواي حسراتي لموادع والعمور ما بمجال الله يحفظك يا طيب إن شاء الله توفيق من الله الله يحفظك مشاهدين الكرام راح يشوفون شلون الأستاذ الملة مهدي العبودي شون زاحمني وأخذ المايك من عندي وأخذ يفتر بين كواليس برنامج مونشيدي العراق وأخذ لقاءات بين اللجنة والمتسابقين والأساتذة راح تكون جولة منوعة بيني وبين الأستاذ مهدي العبودي خليكم ويانا وحياهم الله هنا حسين البغدادي حبيبي صالح حسين حبيبي حياك 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 شنو آخر تطورات اللي وصلت بالنسبة للشباب للموسم الثاني والله ما شاء الله يعني جاي يقدمون مستوى كلش جميل جدا تمام وأتمنى لهم كل التوفيق شنو نصيحتك لهم نصيحة أخيرة قبل يدخلون للمسابقة يعني هو المفروض أنا يعني سؤلفته أهم المفروض أنه يمن يدخل يكون هو محضر تمام محضر القصيدة اللي يقراها ومحضر الطبق اللي يقرا به لأن هي مشكلة جاينوك عندما تجاه تشوف أستاذ حسين أكو فد ملاحظة أو فد مداخلة بالنسبة لللي يطعم خسران من المسابقة ويطعم بالبرنامج أو يتهم لجنة التحكيم أو حضرتك أو الأخوة المشرفين على البرنامج شنو تحب تقول لي أخوها طبيعية بالبرنامج يعني تصير طبيعي لأنه هو خسران وضايج مرات أكو أصوات صراح خلنا نكون واقعين تمام أكو صوت حلو مرتب بس من يدخل هنا تحس أكو مظلمية؟ لا هي مو هو هذا البرنامج مو يعد أنه لازم أكو ظلم نعم بس هو لازم من واحد يطلع إذا هو ما مأدي إذا هو صوت وما يأدي يطلع رغم أنه هو صوت أما شحال اللي هو صوته بسيط ويدخل ما يأدي هذا يعني ما ما إلا حقيقش شكرا لك سادة حسين شكرا لحضرتك أعزائي المشاهدين خليكم ميانا إحنا راح نعمل شوي جولة حول الأخوة في اللجنة لجنة التحكيم هنا العمدة كبير الرواديد المل جليل كربلائي مل جليل حياك الله مل جليل أنت بالموسم الثاني شرفتنا طبعا وجودك خير وبركة هنا شتح بتوصل كلمة للأخوة المتسابقين طبعا أنا أتمنى لهم التوفيق والموفقية المستمرة في هذا المجال وأطلب من عدهم إذا لاقوا في هذا الطريق عناء وتعب وسهر وقهر لا يهتمون هذا هو هذا الطريق مملوء بالتعب والعناء ولا يناله إلا بشق الأنفس الإنسان فالله نخليك إن شاء الله الآن عزيز أعزائي المشاهدين خليكم ويانا سمحت الشيخ ميثام التمار شوي مجغول حبينا أخذ كلمة من عنده سمحت الشيخ معذرة شيخنا العزيز اليوم وجودك إذا بالبرنامج بالموسم الثاني كعمة كرجل دين هذا شرف كبير للبرنامج أضاف إضافة كبيرة للبرنامج ألي الشرف شو تحب تقول هي فرصة طيبة التقينا بخدام الحسين من كل أطياف الشعب العراقي حتى كانوا من أتباع أهل البيت ومن غير أتباع أهل البيت هذا الشرف أني الشرف إلي شخصيا الله يحفظهم إن شاء الله أقول ضعوا الحسين نصبى عيونيكم فيما تقرؤون اختاروا الكلمة الجميلة المناسبة اختاروا اللحن الجميل المناسب وكذلك نقطة من خلال كل اللي قاموا واللي قرأوا واللي شاهدتهم بصراحة نقطة المهمة اختياراتهم المحدودة لبعض القصائد المكررة دليل على عدم ثقافتهم السمعية الكبيرة فيحتاجون أن يسمعون أكثر حتى تكون اختياراتهم أوسع وأدق شيخنا مداخلة بسيطة قبل لا نذهب للقاء بغية اللجنة نقدر نقول نوجه فترسالة أو توجيه خلي نسميه إلى أصحاب القرار منه يسون مسابقات قرآنية مثل هذا الموضوع والله أنا قلت على الهواء مباشرة وقلتها لأستاذ حيدر والكادر قناة الطليعة في الستوديو كذلك قلت لهم نتمنى أن تكون مسابقة رمضانية قرآنية وهذا البرنامج ينتقل إلى محرم بس بوجودك أنا خادم أنا شرفني الله يحفظ شرفني ممنون ممنون خليكم ويانا أعزائي المشاهدين بعد راح نفتر على بقية الأخوة بقية الكادر أستاذ علي زورة المقدم البرنامج هنانا حابين ناخذ كلمة من عنده أستاذ علي حياك الله أستاذ مهدي الله يحبك إن شاء الله أستاذ علي قواك الله على التعب والمرة الله يخليك تعبان هواي إن شاء الله موقف تعب هاي رسالة لإستاذ المشاهدين إنهم يدرون بهذا الموضوع علي زورة أكثر مقدم أو أكثر المتواجدين هنا تعب باعتباره واقف وقفه وحده لمدة سس ساعات إلى سبع ساعات متثالية شو تحب تقول إن شاء الله كل التوفيق للجميع ووقفت إن شاء الله هي أمامكم وأمام المام الحسين هذا بحد ذات إنجاز لأن أنتم وأساتذتنا وبنفس الوقت هي رسالة لكل اللي جاي تابعونا أتمنى يقدرون هذا التعب حتى نطلع بنتيجة نصلط الضوء على الناس المظلومين إعلاميا الناس اللي يحتاجون وقفتنا هاي لأن هم شباب مبدعين ورائعين لكن محد ما أخذ بأيديهم إلى هذا المكان الصحيح وإن شاء الله التوفيق للجميع والبرنامج إن شاء الله جاء نشوف أصداء كل الجميلة ورائع بحضور هاي اللجنة الضخمة وكذلك قناة الطليعة مشكورة أيضا على هذا الجهد الكبير إن شاء الله في ميزان حسناتك شكرا لك سيد علي حبيبي خليكم ويانا عزالي المشاهدين بقية الأخوة هنا ناخذ الدكتور حيدر العسكري المدير العام لقناة الطليعة وناخذ كلمة من عنده بخصوص البرنامج وإحنا حاليا هذا نعتبر من داخل استوديو البرنامج خلونا ناخذ كلمة من أستاذ حيدر العسكري أستاذ حيدر سلام عليكم أهلا ملأ مهدي سيونك ياك الله الله يخليك الله يتعب هذا أستاذ حيدر أشي تحب تقول بخصوص البرنامج ببدئين والله حقيقة البرنامج بفضل رب العالمين وبفضل الإمام الحسين اليوم بعد يوم البرنامج داي التسع وداي كبار ويكون أكثر نضج وعدد المشتركين في تزايد والأصوات يوم بعد يوم داي نشوف طاقات حسينية شبابية جميلة جدا راح ترفض الساحة الحسينية بزخم هائل من الأصوات الحسينية وإن شاء الله نتأمل أنه هذا البرنامج يتنامى يوم بعد آخر ويصل إلى مصاف البرامج الإقليمية بل يصل إلى العالمية إن شاء الله وهو حقيقة يفرحنا بأن البرنامج فعلا وصل إلى رقعة أوسعة من العراق على مستوى الوطن العربي ومستوى الجالية العراقية المنتشرة في أنحاء العالم الجميع يشاهدون البرنامج ويثنون على الطاقات الشبابية الموجودة أريد أن أختم عندك تصريح أخير نغشش به بقية المتسابقين أكو موسم ثالث للبرنامج والله إن شاء الله البرنامج موجود ومستمر ما دام إحنا موجودين بحيل الله وما دام مجلس الإدارة الداعم لهذا البرنامج وبقوة وحقيقة مجلس إدارة قناة الطليعة ومشكورين المتمثل بسيد عائل ياسري داعم برنامج منشد العراق بشكل خاص يعني حقيقة عند البرنامج صاحب الأولوية الأولى والأخيرة شكرا جزيلا أستاذ حيدا خليكم هنا أعزائي المشاهدين ناخذ أستاذ عباس هياك الله أستاذ سهلا بك عينيب صالح تعبناك أنت تعبوا هواي هنا بالبرنامج بس بالتالي هذا كله إن شاء الله في ميزان حسناتك شو تحب تقول من خلال قناة الطليعة والله برنامج منشد العراق حقيقة يعني هو الآن البرنامج المميز في شهر رمضان أكو بعض القنوات الفضائية غيرت برامجها عن وقت البرنامج لأنه المشاهدين العراقيين يشوفون برنامج منشد العراق فغيروا هاي رسالة قوية طبعا فغيروا برامجهم الآن إحنا أنا بالنسبة لي كمدير التاج بالعمل يعني والله تجين اتصالات مو طبيعية يعني اتصالات هواية من ناس على هذا البرنامج شون وفكرة من ومنه هذا البرنامج نصر لثورة الإمام الحسين هذا البرنامج دعم لفكر الإمام الحسين عليه السلام هذا البرنامج شوكة في عيون الحاقدين على فكر الإمام الحسين عليه السلام الكاتب والمخرج عباس شوك أستاذ عباس تصريح أخير بخصوص البرنامج نقدر تقول أنه تصدر القنوات الشيعية في شهر رمضان المبارك لا لا ببس القنوات الشيعية ما عندنا قناة شيعية وقناة سنية عذرا للتصريح بالنسبة للبرامج الدينية كل الشعب العراقي يتابع منشد العراق ومن هل سيسألون على موسم الذهب الثالث إن شاء الله صرح الأستاذ المدير العام لقناة الطليعة الأستاذ حيدر العسكري أن هناك موسم ثالث موجود موسم الثالث إن شاء الله موطول الله مطيننا عمر أخذوا مواسم المنشد العراق البرنامج الذهبي الأول الله يبارك بك شكرا إليك أستاذ حيدر إلى هنا أعزائي ومشاهدين أترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة